تحت رعاية معالي فريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس مجلس الأعلى للصحة أقيم ملتقى الملحقين الثقافيين العرب السنوي السادس الذي يأتي بتنظيم من المكتب الثقافي الكويتي في البحرين تحت عنوان دور الثقافة الصحية في تنمية المجتمع بحضور عدد من السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين حيث صلت الضوء في هذا العام على أهمية تعزيز الثقافة الصحية وأن تكون الصحة غاية أساسية عند كل شخص في المجتمع كما افتتح معاليه على هامش الملتقى المعرض المصاحب بمشاركة 15 جهة صحية ملتقى سنوي ينظمه ملتقى الملحقين الثقافيين العرب يتناول في كل موسم موضوع مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتنمية المجتمع وفي هذا العام انطلق تحت شعار دور الثقافة الصحية في تنمية المجتمع والذي يسلط الضوء على أهمية تعزيز الثقافة الصحية لتكون الصحة غاية أساسية بين أفراده نشاط اللي يسوينا ونشاط مسألة توعية بالنسبة للصحية هذا من أهم المواضيع اللي طبعا يشتغل به العالم كله لأنه مثل ما قلت أنه أنواع الأمراض الموجود عندنا هي نتيجة نوع الحياة وهي كلها يحتاج لتثقيث على أن الواحد يشتغلوني يعني يعيش حياة صحية هذا أهم شيء التجمع تتميز في مملكة البحرين أن كل الملحقين الثقافيين العربية في سفارات الدول العربية بالمملكة يجتمعون كل سنة يقيمون الملتقة ويرفعون لها شعار هذه الملتقيات الثقافية لها دور في اختيار عنوين وشعارات تهم المجتمع تركز على الجانب الثقافي والاجتماعي والتوعوي في المجتمع مواضيع متنوعة نصائح وأرشادات قيمة قدمها المتحدثون في الملتقة حول العديد من المواضيع الصحية التي من المفترض أن يعتمدها الإنسان لحياة خالية من الأمراض شاركت أنا بتوعية لها علاقة بما يروج له في وسائل التواصل الاجتماعي والحذر من هذه الأشياء التي تنشر ومنها كان الحذر من المنتجات الصحية التي تروج وتكون قير مرخصة وقد تكون مزورة وقير صحية أو تحتوي على مواد بينما يعتقد الشخص أنه ممكن يكون ماخذ أشياء طبيعية إنما تكون مخلوطة بعدوية وأشياء أخرى وكذلك الترويج لمنتجات أو خدمات صحية قد تكون قير مرخصة بمشاركة 15 جهة صحية في المعرض الصحي المصاحب للملتقة استعرض المشاركون فيها آخر التقنيات العلاجية التي يقدمها القطاع الصحي في البحرين ودورها في تعزيز ثقافة الصحية لدى أفراد المجتمع يأتي تنظيم هذا الملتقة في نسخته السادسة ليؤكد على حرص ملتقة الملحقين الثقافيين العرب على تركيب أصمة إيجابية في المجتمع من خلال تنمية الثقافة الصحية وتعزيز السلوك الصحي الإيجابي بين أفراده حول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين